ازايكم السنة اولى عاملين ايه? يا رب اقنوا بخير. كل سنة طيبين. احنا خلاص يعني في العشرة الواخر من رمضان. وعايز اقول لكم حاجة كده قبل ما نبدأ الشرح. انا دلوقتي معكم زمين صف اشرف فرقة خمسة. انا من حالي من ثلثة سنوي ورمضان بيمر عليها في امتحانات. وهيمر عليكم برضو نفس الكلية. اه السنة دي اول سنة يعتبر اخدها اجازة في رمضان. مش اجازة اوي يعني الترمي التاني بدأ. اه كده ساعات بتحقق مسلا الدراسة هي شغلاني عن العبادة او كده. بس انا كتشفت حاجة لما خدت اجازة. اه الدراسة مش هي اللي كانت شغلاني عن العبادة او حاجة. عمر ما كانت العبادة في رمضان والمذاكرة حكتم منفصلين. بالعكس العبادة بتعينك عن المذاكرة. فان شاء الله تختانم العشر ايام اللي احنا فيهم دول. وما تخلوش المذاكرة. يعني المذاكرة مهمة وكل حاجة. يعني مثلا لو صابح عليك فاينال كده. حاجات دي بيبقى لك وزرك فيها. ولكن برضو ما تخليش المذاكرة تبقى شغلك الشاغل. وان العبادة هي اللي بتانع المذاكرة فتكركها دايما. احنا النهاردة هنشرح مع بعض محاضرة الباك اوف اوف دا فور ار. اه محاضرة الباك اوف دا فور ار. من المحاضرات اه الريخ هي محاضرة سهلة كويسة. بس الحاجة اللي صعبة اللي فيها هي تعتبر الاسئلة بتاعت الماصل. فهي محتاجة اقرار مستمر. عايزين بس نتفق على حاجتين قبل ما نشرح المحاضرة. طبعا قبل ما نشرح المحاضرة اه نفتكر زنويلنا اللي توصى مراه في الايام المباركة ديت. اه ربنا يرحمهم ويخفلهم ويصبر اهلهم. يا رب يدخلهم في حسين جناتهم. اه ايه هي الحاجات اللي ممكن نكتسبها بعد ما نخلص المحاضرة دي. والله احنا هنعرف ايه هو ترتيب المصل بتاع الباك اوف دا فور ار طبعا انتو خدتو الفرونت او لسا هتاخدوه مش عارف المحاضرة اللي قبلها ولا اللي بعدها بتاع الباك اوف دا فور ار هناخد الاكشن والنيرفوس ابلاي بتاعت العضلات ديت. وهناخد الكورس خاصة الاند برانشز اوف اه نيرف واحد اسمه بوستيرو انتر اوسيز نيرفو وارتري اسمه بوستيرو انتر اوسيز ارتري. يبقى التلات احاجات دول ان شاء الله هنخرج في المحاضرة هناخد ترتيب العضلات بتاعت الفور ار، اه هنعرف الاكشن والنيرف س vemos مصل وهنعرف الكورس اند برانشز اوف بوستيرو انتر اوسيز ارتري. انا عايز اتفق معكو على اتفاق اول اتفاق اني اي عضلة طبعا لها origin وinsertion الورجن ده ثابت الinsertion هو اللي متحرك الاكشن بتاع العضلة ان الinsertion بيتحرك ناحية الورجن يبقى الاكشن بتاع العضلة يبقى الinsertion بيتحرك ناحية الورجن يبقى انا لو عرفت الورجن بتاع كل عضلة طبعا مش في كل العضلات الكلام ده في غالبية العضلات عشان في عضلات بيبقى لها double origin وعضلات بيبقى لها double insertion وهكذا فالinsertion لما يتحرك ناحية الورجن انا بستنتج منه الاكشن بتاع العضلة انتوا مثلا في خلال المديول بتاع الابر والنمب هو مدول تقيل الصراحة مدول مش مسهل انت عاطوها تسال نفسك ليه وايه التلصم اللي انا باخد هادية وانا بادرس ده ليه لا الكلام ده اولاد مهم مهم جدا سواء ليك او لعلاك طبيعي ونفس المنحك بتدوها مثلا لو تخصصت اصابات ملاعك منكم مثلا لبيشجع برشلونة تحياتي المشجعين برشلونة حشان بشجع برشلونة انت عنك مثلا اصابة الباكي الشمال بتاع برشلونة بلدي بيقول لك ده اطعف منشأ العضلة الخلفية اطعف منشأ العضلة الخلفية ده هيعالجها ازاي ده ممكن تحتاج تدخل جراحي وبيغيب عن الملاعب اربعة وخمس شهور يعني كنورباط صليب كده في مدة الغياب دي لما يحصل طبعا استريتش عنيف جدا للعضلة لما يحصل حمل جديد واجهاد جديد للعضلة وستريتش عنيف ليها فالمنشأ اللي هو الارجن بتاع العضلة بينفصل من مكانه اللي هو التندون بتاع العضلة وبيحتاج لعملية جراحية ان احنا بنخش تاني ونعمله التاتشمنت في البون اللي هو كان فيها او الارجن اللي هو كان فيه فانا بعرف البيو ميكانيكل بتاع العضلات عشان اعرف اي 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 لو انا مثلا هلعب جيم العضلة دي هتكبر ازاي ما ان العضلة دي هتكبر لو انا حشيلت عليها في اتجاه حركتها في الاكشن بتاعها عمر لو رحت الجيم لو ان والن الناس بتقول انت بتلعب غالب انت اللي انت مابتشيلش الاوزان في اتجاه الحركة السليم فانا دلوقتي عاشين العضلة دي اعرف اعمل لا دياغنوز تشخيص لو حصل اصابة ملاعب او حاجة او لو انا رايح جيم اعرف ازاي اقبر العضلة او ازاي العب صح ازاي ما بيقولوا في الجيم يبقى لازم نعرف البيو ميكانيكال بتاع العضلة اتجاه حركة العضلة والورجن بتاعها والانسيرشن بتاعها تمام يبقى احنا كده دي مقدمة الخمس زي دول احنا لسه مدخلناش للشرحة خالص اول حاجة العضلات بتاعت الباكر او فول ار دي عضلات اكستنسور يعني بتعمل اكستنشن للفول ار طبعا انتوا عارفين ايه الاناتومي هتاخدوا طبعا في لجنة البون هازو شرح لكم البون اتتشمنت بس احنا دوقتي بنتكلم في الاكستنشن بتاع الاكستنشن المصل بتاعت الفول ار مدية بتنقسم الى سوبرفشل جروب وديب جروب السوبرفشل جروب دول سبعة مصل طب ازاي هنحفظهم الحفظة عايز تكرار والله قال ان هي بتتقسم من برا لجوه ليه سبعة مصل اللي هيتبرا انتوا طبعا عاسفين ان الفول ار مدى اللي هو الساعة في الريدياس والقلنة اللي هزين دوقع برا اللي برا طبعا اللي هي الريدياس فالتالاتة اللي برا فيهم كلمة ريديال يبقى الثلاثة اللي برا فيهم بكلمة رادياليز ما احنا قلنا من الاترال للميدياد يبقى اول ثلاثة فيهم بكلمة رادياليز اللي هو من الحمراء ديت اللي هي اشارطة حمراء البرونكورادياليز اللي بعدها الاكستنسور كاربي لادياليز لونغس اهو اللي هي اللابني اللي بعدها الاكستنسور الاسكاربي لديالز برييفيز بردو اللابني بس هي مدمجة فيها شوية يعني مش باينة قوي اللي هي رقم 3 دي دي رقم 2اللونجوس وبرييفيز بعدكده الاكستنسور ديجيتورة الي هي الصفره طعا هيا اللي في النص بعد كده الاكستنسور ديجيتي مينيمي بعد كده الاكستنسور كاربي النارز اللي هي البنفسيكي ديت الاكستنسور ديجيتي مينيمي اللي هي الخضرة منتو شايفينها دي وايه الاكستنسور كاربي النارز اللي هي البنفسيكي واخر عضلة اللي هي الانكونيس الانكونيس اللي هي العضلة الصغيرة دي المص الصغيرة ديت اللي هي رقم سبع طب عشان نحفظ السبع عسامي دول لو فضلت بالتقرار هنحاول على قد ما نقدر نقول تفسير اسم كل عدرة البركيو راديالز بريكيو يعني جاية من الهيوميرس جاية من الهيوميرس وراديالز نزه الريدياس فتسمت بريكيو راديالز يبقى مريكيو راديالز ليه ان هي جاية من الهيوميرس ونزه الريدياس ادي اول عدرة تاني حاجة احنا اكي ستنسور عشان في الباك يبقى دية اكستنسور فصرناه عشان بتعمل يعني لاحق القارب البون يعني لاحق القارب البون راديالز من ولونجاس يعني ضويلة بريفز وسياره يعني الهي راه حتة اطول المصل دي اطول من دي اكستنسور خاربي داسب بريفز نفس الكلام راه لحتة اقصر يبقى دول ال 3 اللي هما نحية برة اللي هم الاوتر راتلر اللي ناحية بره يبقى بريكو رادياليس واكستنسور كاربي رادياليس لونجس واكستنسور كاربي اي رادياليس بريفز بعد كده الاكستنسور ديجتورم احنا قلنا اكستنسور يعني بتعمل اكستنشن ديجتورم راحة للاربع صوابع اللي في النص بريفزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز راحة للردياس ده بقى بتروح للالنر عشان احنا عمين نعمل ميديان نزوقنا ايام متل ميديان حاجة اسمها كيستنسور كاربي النارس معنى كده ان نفهم ان هي راحة للالنر اخر اه مصر عندنا اللي هي الانكونياز الانكونياز ديت اسمها المرفقية ديت العضلة اللي وراء القوة على طول يبقى الانكونياز ديت العضلة اللي وراء القوة على طول يبقى احنا عارفنا السابعة سوبرفيشيال جروب ايه اللي هما وعرفناهم من الشمال للليمية تاني نفس الدياجرام اهو بيقول ان اقصر عضلة فيهم لو قال لي ايه هي الشورت مصر هنقوله الانكونياز دي طبعا اها شورت خالص اه وديت اللي وراء القوة ودي اللي بتعمل اكستنشن للالبو جوينت اها ادي الانكونياز اه بعد كده في ثلاثة لونجلاترال اللي احنا قلناهم اللي هما البريكيو وردياليز اه اه راحة من الحيومر اس راحة الريدياس بردو بيقول اني ادي اليوم lumines ayvi ب الاصنة. انها بريفز يعني قسارة شوية ومناء اتول منها기로 الصفر已经 بس اطول منها شوية ودي ايه قصيرة شوية عنها وادي ايه الاكستنسور ديجيتورا ماسكة في الاربع صابع اللي في النص الاكستنسور ديجيتين مينيمي ماسكة في الصابع الصغير فقط ادي الاكستنسور ديجيتين مينيمي يبقى ديت ايه بالنسبة للورجن والانسيرشن بشكل مبسط احنا لسه هناخده بشيء من التفصيل اه اه في اه ان بني ملفوظة بيقول ان الارجن بتاع السوبرفيشال مسل طلع من حاجة اسمها كامون اكستينسوروريجن كل السبرفيشال مسل طلع من الكامون اكستينسوروريجن تابل إلقان اكسستنسوروريجن دي موجود فين موجود في الفرونت بتاع اللترال ابيون culpa انت طبعا انت لد ما انت عرف الاماكن بتاع هذا البون البوزيشن بتاع كل اللي هي البون بلازتشمنت بتاع كل اه مصل طبعا ده مش دور لجنة الأناتومي قوي ده دور لجنة البون هتحفظولك في العملي عشر مهمة جدا ده متحان العملي بتاعكم مهمة جدا في متحان العملي فأنت طبعا لاتما تعرف النورمال بتاع الأماكن بتاعة البون بعد كده تعرف النورمال الأول بتاعها أو الأماكن بتاع وصف البون الأول بعد كده تعرف ايه اللي هو المصل attachment والlegament والحاجات دي كلها فطبعا ده دور لجنة البون أكتر وبتيجي مع التقرار الحاجات دي بتيجي مع التقرار ومحتاجة تقرار مرة واثنين وثلاثة عشان تزوت في دماغ يبقى احنا قلنا common extensor origin ده طالع من الفرونت ادي اللاترا الابي كونديلة هو ديت ادي اللاترا الابي كونديلة دي الفرونت بتاعها common extensor origin ما عدا except 3 muscle لازل ما تحفظ 3 muscle دول كويس جدا ايه هما 3 muscle اللي مش طرعين من اللي هو common extensor origin 3 muscle لازل بريكيو رادياليس والextensor كاربيرادياليس والان كونياتس تحفظ طب دول أدام ما لهمش نفس الورجن فبالتباعية مش هيكون ليهم نفس الايه نفس النير في صب لاي قال لك اني البريكيو رادياليس ديت طالع من اللاترا سوبرا كونديلة الريتش او ادي اه ادي البركولاداز ها طالع من الابر دوسير بتاع الاتة سوبرا كوندار ريج خلي بالك الصورة ديت غير ديت دي غير دي دي تقريبا من قدام ودي من وره اه دي الفرونتا يبقى دي من قدام وديت الصورة ديت من وره يبقى دي طالع من الابر كولاداز لاترال ان jamur 2 fet بتاع الميتسوبرا كوندايلي ريج في لدي ابر توسير بتاع الاترال اللاترا كوندايلي ريج انما الاكسنسور الكاربي رادييال زد اضع من الالترالي الاترال كاباتIANCONIOS. دى كان الان كوني schwier الدى في ظهر. دى كان فرونتو اف لاتلا ابي كوندايلي دى الرفرات ايف كوندايلي يبقى ده الارجن بالتلاته得 تعمل الارجن بال، يبقى الارجن بالتابع التمام فا łدوج الس remainderenseBEIOR Cologne مين اικόنا منين الارجن بالنفرات الفيشة لكلهم. طالع منين? طالع منين? طالع منين? اهو طبعا اللي هي بتاعت ده دور لجنة في نجاح. مش دور لجنة الاناتومية. بس انا بحاول برضو ايه? اسهل معك وديني. طالع من اهو طالع من زيابك وان هي بحضر الثشة من الفيشة zn pour 5m ويحاول المطقة التي lle. الجنس القليل ما تواصر Looking at some levelsienna. كنت خصوصها للصباح للصباح والآن يكون ثقضا جدا من الشخص المطقة وفق بالدينى يبقى دي من ال back و دي من ال front دي اللي هومي راسم ال front و دي اللي هومي راسم ال back طب ايه احنا كده خلصنا ال superficial group ال deep group من فوق لتحت كده ال deep group دول بقى اللي هومي يومي الجوه يعني في العمق اول عضلة اللي هي طب احنا ال anconias دي اخر واحدة في اللي هوم superficial ادي ال anconias دي مش تبعا دي superficial group طب ادي بجروب خمس ايه خمسة مصر subinator طب من اسمها subinator دي بتعمل ايه subination لل ايه لل four arm يعني بتخلي four arm او بتخلي ايدك بصل فوق وبتخلي four arm مبسس لفوق يعني القوع الساعد بتاعك و يم القوع يبقى يمت فوق كده او معدول مايبقاش ايه ضهر ايدك لا ده يبقى ايه وش ايدك ايه اللي بصه او ايه اللي الفوق يبقى ده بتعمل subination و ايه abductor ابداكتور يعني احنا طبعا ما خدناشي بال superficial اي مصر لاحل للثمب في الدي بقى هي اللي بدقة تروح للثمب ايه ابداكتور بولس لونجس من اسمها انها بتعمل ابداكشن للثمب طب الاكستنسور بولس لونجس الا اتنين دول بعملوا ابداكشن للثمب من اسمهم ادي الابداكتور بولس لونجس وادي الابداكتور بولس لونجس راح للثمب ايه بتعملوا ابداكشن ده الاكشن بتاعها وادي الاكستنسور بولس بريفز ايهو دي قسيرة شوية اللونجس اصوان منها احنا قولنا اللونجس بيبقى اطول من بريفز يطير نهاية تبdisciplinary ليسوا انكم اصوان من unc ابداكتور بولس لونجس прирين يطير الذخ ان كل ديف جروب دية تسبلي بالبستيرو انتر اوسيا سنير ده النيرف اللي بيغذيهم العصب اللي بيغذيهم هو العصب اسمه البستيرو انتر اوسيا سنير. ما كل ديف جروب سابلائي بايه بالبستيرو انتر اوسيا سنير. فيه ملحوظة كده انش شاف ان هي مش مهم اوي. الجامعة لهم البادي بيلدنج بتحس ان هما عندهم زي بروز في العضلات كده بتاعت الايه الساعد او بتاعت الفور ار طب البروز ده تكون من ايه حاجة اسمه اوت كروبنج مصل يعني نتوق للعضلات قالك ان في الديستال فور ارم يعني من في الديستال فور ارم من من يمت اا بعيد عن الجسد دستال يعني بعيد عن الجسد اا يعني من من يمت الرست كده اا الابداكتور بوليس لونجس اا بتحصل بتبقى قريبة قوي من اا المصل بتاعت الاكستين سوربوليس البروز طب لما ايو قال العضلتين دول قريبين قوي زي ما تقول بيركبوا على بعض فبيعملوا لي ايه شكل نتوق كده او شكل ضخم للعضل قالك دستو مصل اميرج يعني كروب قوت بيقصوا بعض كده او بيتقاطوا مع بعض اهو ادي ديت وادي ديت والان هم بيكونوا لي اا من اا فرو في اللاترال بارت اوف ذا فور اار بترجيمه فرو ديت وبيتمر اا اوبليك لي يعني بشكل مائل المهم انا مش شايف مش مش فاهم الحتة دي مش عارف ايه السؤال اللي ممكن يجي هنا الاوت كروبينج مصل ديت فعدوها وخلاص ما اعتقدش ان هي مهمة اا بيقول ان هي عشان نقراها برضو بيتمر بشكل يعني اوبليكي مائل اا في التندن بتاع الكتنسور كاربي رادياليس اند بريفز او قال ان هي بتمر بلكتنسور كاربي رادياليس اند بريفز او تمام دي الحتة اللي مهمة ممكن اا ييجي منها اسئلة حاجة اسمها اناتوميكال اصناف بوكس دي ما احنا شايفين ايه هو الاسناف بوكس ادي الاسناف بوكس اللي هو المسلس ده طب ايه هو بتاعه او هو تعريفه قال انه هو از ادبريشن يعني ايه انخفاض في الاتراسات او زارست اا اا ادنتفايد اا بيحصل امتى لما يكون الثامب ابداقتد يعني ايه متبرق واكستنتد يبقى امتى بيحصل الاسناف بوكس ده عشان دي ممكن تيجي امسي كيو لما يكون الثامب في حالتين ابداقتد واكستنتد طب هو الاسناف بوكس ولا ممكن تيجي برضو صح او إغلاطه امسي كيو لا هده di Congo يبقى وهو alimentation يبقى انا اعرف تاني التعريف بالاتاع الايه الاسناف بوكس هو الاسناف بوكس والله السناف بوكس ده لي هو ده ادي اسناف بوكس اللي هو ده الي هو ايه ده ايه انخفض الاسناف بوكس طب بنعرفه امتى قليل ما يكون الثامب في حالتين عشان ممكن تيجي MCQ سؤال ده MCQ يكون abducted & extended طب ايه هي حدود السنب بوكس دي والله حدود السنب بوكس اهو من يمه lateral lateral low اللي هو هنا كده ده lateral low في 2 muscle ابداكتور بوليس وايكستنسور يبقى ابداكتور بوليسينs والايكستنسور بوليسينين طب ميديا لا ميديا لو هي مصلة أحدا 针 تنسور بوليسين سلونج يبقى انا عندي اه ثلاتة بوليسين واحدة ابداكتور ابداكتور ديك اه اضي اه واحدة ابداكتر البولس هاتيين والاسين اكستنسورrä بريفز ولونجا consig الاعتراض وهكذا استنسور بريفز والاسي طبعا يiblyمت الميديل لأ هي واحدة بس واحدة بس راءه لله هوف الثامنية إلي هي دية لاترال كانت متقوية ومواحدة بماخل محاصرة واحدة وادي واحدة والتانية اللي هي اه اكسينس بولوس بريفز وا اب داكتور بولوس라고س وادي الا اوب داكتور بولوس اللوغس تمام طب ايه هو الروف بتاعه ايه اللي بيكون السطح بتاعه الروف. طب اللي بيكون الروف اهو ماشي اهو 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 بيكون الروف. وطبعا الروف هيبقى حاجة يبقى سطح المسلس او السطح بتاع المسلس كده. يبقى سطح بتاع المسلس كده. حاجة اسمها سطح طب ايه اللي بيكون ارضية المسلس عضمتين موجودين في ايه اللهم عضم الرزق اللهم اتمنع عضمات كده. عضمه اسمها السكافويد بس ايه مش باين قوي هنا. السكافويد وعضمه اسمها الترابيزيان. يبقى عضمتين موجودين في عظام الايه عظام الايه الرزق. اللي هي السكافويد وها الترابيزيان. طب بيحتوي على ايه بقى المسلس ده. ماشي في ايه او بيحتوي على ايه. يحتوي على حاجة اسمها الريديا الارتري. الكونتينت بتاعه الريديا الارتري. يبقى ثاني السناب بوكس. احنا قلنا الديفنيشن بتاعه. قلنا ان هو ممكن يجي امسي كيو. او ممكن يجي ريتم. بس ممكن يجي امسي كيو. امتى يحصل لسناب بوكس. لما يكون الثامب. اب داكتور بروس لونجس. طب الباوندرس حدوده مهمة جدا طبعا. ايه هو اللاتر البتاع السناب بوكس. اللاتر اللي هو عضلطيه. اللي هي الاكستيند سوربوس بريبس. واقل عب داكتور بروس لونجس. كله بوليسس. كله راح للثامب. طب ايه الميديا المصل واحدة عضلة واحدة. اللي هي الاكستيند سوربوس لونجس. طب ايه الروف بتاعه. لاب سفالك فين. اهو. والشخاص ولا جزء الإسجار لا. قلنا عضمطين والعضمطين. بتاع هو الرئيزيزي ما هو الفلور. يقسم عضمطين. طب ايه الكنتنت بتاعه. اخر حاجة الكنتنت اللي هو ال Sharing I нашей. نعم an قول بو докرى انترو سيس نير بالبو بو دم ايه الانتروسة سيس نير بالبو بو الانتروسة سيس اولتري. دول اللي بيغزوا الموصل بتاعي بعد الباك او دفور ار. طب عزين نعرف البستيرور انتر اوستيس نيرف ده بادئ فين? وايه هو الكورس بتاعه? وبينتهي بايه? وايه هي البرانشات بتاعه? البستيرور انتر اوستيس نيرف ده له اسم تاني انا فاكر والله يفسان اقوله تقريبا السؤال ده جالنا الدي بريديال نيرف. يعني ما ذكرش البستيرور انتر اوستيس نيرف. وزكر الدي الدي بريديال نيرف ده هو اللي جيه في الامسي كيو. يبكى طبعا الاسمين مهمين جدا. يبقى البستيرو انتر اوستيس نيرف هو.. الديب بريديال نيرف. بيبتدي من ان? البستيرو انتر اوستيس نيرف ده بيبتدي اا حوالين النك joint يعني بيلفة حوالين نكوف زا ريديس. اه هو بس مش باين اوي. اا مع السبينيطيور مصر يبقى بيبتدي مع السبينيطيور مصر. حوالي نيكوف زا ريديس. وبيخش بعد ذلك بيمشي فيه بين الصور والديب مصل بتاع الباككوفي ديبك يبقى هو بيمشي بين الصور و الديب الديب مصل وبين ماشي لازق فيه اهو زي ما احنا بنقوله هو قادة بوستيرو ديب افر أضل ماشي معه البوسير انتروستس ارتري جنبا بجنب سايد باي سايد او هدي اهو ادي النير وهدي الارتري يبقى ده الكورس بتاعه طب بينتهي فين بقى حاجه اسمها دي بكستنسور ريتناكولوم هنا كده طبعا انتو عارفين الاكستنسور ريتناكولوم ده هتاخدوها في الرس ديت زي مثلا سطارة كده بيدخل منها النيرفات والتندوم بتاع العضلات عشان ما يحصلش ايه يعني بتلم الريتناكولوم دي بتلم الكلام ده كله عشان ما يحصلش زي جعله العبابه كده متبقاش الحاجات مش ملمومه وتبقى الحاجة برزه اللي من خلي ان ده كله ماشي في الرس دو مش بارز هي الاكستنسور ريتناكولوم ديت عشان منزر الجمائبة و طوعاه منزر الجانب الناحية تاني حاجه بتبقties سهله ان يحصل خالع اي صابة اوقا اي خطة حصلت فاديقة الاكستنسور ريتناكولوم دي ماشي فيها الحاجات دي كلها هذا الطب انتو عارفين ان اي نيرف بيدي برانش سينسوري ونفره وبرانش بيكون اما سنسوري اما موتور ممكن يكون مكسد لأ ده قال ان هو بيور موتور يعني ايه مسؤول عن الحركة فقط يبقى البرانش بتاعته بيور موتور دي ايه ممكن تيجي ام سي كيو او صح وغلط يبقى هو ايه بيور موتور بيدي ماسكوها البرانش فاكريا التلاتة ماصل لما انا قلت السوبرفشيال كله احنا قلنا ان الديب كله بياخد من البصير انتر اوستسنير طب السوبرفشيال السوبرفشيا اللي هم اه طلعين من الكمان الاستملار هم اللي بياخدوا منه ما عددت ثلاتة ماصل لما اطلقوا عليهم اللي هم مش نهم بين نفس الاستس دوله ايه هم بما ي très يبقى اول برانش اللي هو المسكولر برانش الثاني اللي هو الارتكولر برانش دوت بيدي اللي هو بيقال ان هو بيتفرع بيروح بقى بيغزي كل الجوينت اللي موجودة في منطقة الرست الي لا في الريديو اولنر جوينت في جوينت من الريديو والالنر هنا بيغزيه بيغزي الريست جوينت وبيغزي الانتر كربل جوينت يبقى الارتكولر بيغزي ده كله ده بنزل البصير وانتر اوستس نير يعرفت ببتيف زين الكورس بتاعه ايه بين تفين وعرفت برانشاته ونهو بيورموتر بيديه مسكولر برانش وارتكولر برانش التاني حاجة عما ينقول ان هو بيمشي جنبا انجاب البصير الانتر اوستس الر3 طب البستيرور انتر اسس اطري ده جاي منين ده جاي من الالنر ارتري يبقى تخيل كده الالنر ارتري في الالنر اهو اهو ده الالنر ارتري بيدين بستيرور وانتيرور الانتيرور ده مش تبعا ده بيغاز الانتيرور كومبارتمنت اهو يعني مثل ما و سواء ده الانتيرور ده البستيرور بقى اللي هو تبعا ادي البستيرور يبقى ده البستيرور انتر اسس ارتري يبقى البستيرور انتر اسس اطري اهو نازل نازل اهو ده البستير اسس اطري يبقى جاي منين جاي من الالنر قل ان هو بيمشي الكورس بتاعه بيمشي في حاجة اسمها هنا موجودة هنا اسمها الانتر اوستس ميمبرين عشان يوصل للباك بتاع الفور ار بيمشي بتوين نفس الانتر اوستس نير بتوين عشان يوصل باك افزا فور ار بس ده بعد المكان بينتهي في اه ده بينتهي بيعمل لي اناستموز مع الانتر اوستس ار تري يبقدي د sai بيعمل لي اناستموز مع الانتر اوستس ار تريحThai وجوب الانتر اوستس ار تريح ويا اقل alarms listens ده فيها ياخد الانوتموز مع الانتر اوستس ار تريحي the collateral طب الغير بياماجات كل المlevel على مايقاذه وال themellen باك افور ارم كلها. بزي نيرف السوبرفشل بياخد من حتة وديب بياخد من حتة وتهتة ماصل. السوبرفشل والديب بياخده من بسول انتر اوستس نيرف بس ما عادة تهتة ماصل. لا ده بيدي كله. البسول انتر اوستس اردري بيدي كله. والانتر اوستس ريكارانت ده. بيكون بهايند للاترال ايه بيكون ضايل. وبيعمل زي اناف تموزس كده حوالين الالبو جويند. يبقى ايه هو الموقع بتاعه في الامس كيو ممكن يبقى سؤال رخم. الانتر اوستس ريكارانت ده. وارى اللاترال ايه بيكون ضايل. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايه في الامسي كيو ما اسئلت الامسي كيو بتجي كده لا هنقول له الانتر اوستس القرن ده بيبقى وراء الالبو جوينت بيعمل عاستموز وراء الايه الالبو جوينت يبقى دي البرانشات بتاعت البوستيرو الانتر اوستس اردري تمام بعد كده كلام معاد كله بقادي السوبرفشة المصل بقول لك السوبرفشة المصل اهو بتائنا توفرها من استيجيل البرانCHPEN dengan البواستيرو البرانشات تقيم جول thiه بنطل hospitality أعطل like الاسمة مع عدد التلاته مصل وهي التغيم لك وكل سوبرفشة المصل بتاهدي عند مدوينت الرؤ greedy Weak yani الخرجية هو مستى فقيقتين The缺قتين اه طبعا ممكن احنا قلنا اي اي مصل خلقها ربنا الارجن ثابت والانسيرشن متحرك فلما اعرف الارجن فين والانسيرشن فين انا هستنتج هستنتج الاكشن بتاع العضل اول حاجة البريكيو رادياليس احنا قلنا البريكيو رادياليس والاكستنسو الكاربيرادياليس زونجز الاتنين دول والانكونيس دول مش طالعين من الكمان اكستنسو الارجن طب ان ما لطالعين منين البريكيو رادياليس طالعة من الابر توثيرز بتاع الاتراسوب راكوندار الارجن طب راحة فين راحة لحاجة اسمها طبعا ايه الكلام ده طبعا تذكروه عشان امتحاني العملي ولجنة البون قلنا ان هي مكلفة ان هي تشرح لكم الكلام ده اكتر يبقى راحة الانسيرشن بتاع يبقى دين هايته الانسيرشن بتاع الاسيرشن بتاع الاسيرشن بقى راحة الهيوميرات وراحة الارجن زي ما قلنا طب الاكشن بتاعها بتعمل لفليكشن للفور اارم وطبعا اعرفين ايه الفليكشن والبرون بوزيشن والميد برون يعني بتحط ايدك على سفها فالدكتور قال لنا ان هي بتحط ايدك على سفها كده تبقى ميد برون يبقى في النص ليهي لبرون ولصباين حاجة اسمها ميد برون يعني بين البينين كده البراول وسيشن طب احنا عميلا نقول ان هي مبتخدش ان البوستير Lori Nterocess NERV انه مال بتاخد منه ان بتاخد من الريديال نير باигрه يبقى بتاخد من الريديال نير طب تعالوا نشوف الاكشن بتاع البريكيو رادياليز ونشوف مكانها ادي القطار الريدياليز اه ادي البريكيو رادياليز اه اه زي اللي في الصورة صبر ايه طلع اه 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 ادي تعالوا نشوف اه انان احنا شايفين ايه ما بتعليل بتعمل بتعمل برونيشن يعني بتحطوا في المتبرونيشن يبقى بتحطوا في الايه ادي بالنسبة ل المصل بتاع البريكولاديالس طب احنا قلنا الكاربيراليالس احنا قلنا الكاربيراليالس ده طالع من الـSERD بتاع الـSERD بالنسبة لجل المنزل خاصة الـSERD للدج كل شيء رأيك الوضع ليديل بهذه الطاقة الـSERD للترسيكون قبل مختلفة في الدجارين وسأعند الترسيكون الـSERD للترسيكون بيكون ضايل الرجل. وهذه الان كونة سناخد ده دقيقة دي طالعة من الايه من الباك اوفي سالات رأيه بيكون ضايل. هذه الثلاثة اللي انا غيرتقول لكم في الاول اهم. يبقى احنا قلنا طب رايح فين بقى الاكستنسور كاربلا زي زونجس رايح اه ان الانسيرشن بتاعه رايح يعمل انسيرشن في دورس الساعة ساكند ميتة كاربلا بو. يبقى دورس الساكند ميتة كاربلا بو. طب الاكشن بتاعها بيتقاب عن اكستنسور يبقى بتعمليل قوى الاكستنسور وradials يبقى عند تباره يبقى استنشن وابدكشن للهند اتتستشوان استنشن. يبقى يعمللل اكستنشن واابدكشن للهند انيستشوان. وهي الياقشن النير في صاب لاي دي من ضمن التلات عدلات tv هم كانك الاكستبشن فالنير في صاب لاي هنا عنديا الردو الراديال نيرف NASA عندنا ردو النير في صب اللاي عندنا الردو الراديال نيرف طب تعالوا عادي الاستنسل الكاربيرادية. اهو. 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 رايح لله للفق للسكند ميتا قربة لهو. تاني راح للسكند مصبوط. لو عملنا اه نشوف اهو. 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 بتشارك فيه طبعا. وقادي بتعمل لي اه 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 اه. يعني بتخرجه وتدخله. بتخرجه اليم الضبار اهو. كلام مصبوط. يبقى هي بتعمل لي اكستنشن وابدكشن. يبقى احنا كده قلنا بالنسبة الاكستنسور الكارب رداز بريفز. لأ. الباقي بقى كله طالع من اين? معادل انكونيوس طالعين من الكمن اكستنسور. ادي كامن اكستنسور. طب. الرداز بريفز. قلنا بريفز. طلع للدرس دي متقربة لبوه. السير دي متقربة لبوه. تمام. والاكشن بتاعه بيعمل لي طبعا اه اه اكستنشن وابدكشن. نفس الاكشن بتاع الايه الكارب رداز لونجر. تبقى البريفز نفس اللونجر. اه دي كل الحكاية طالع من السكن دي متقربة لبوه. دي راحة للسير دي متقربة لبوه. وطبعا ديت الاورجن بتاعها بينضمن الثلاثة مصر المختلفة. وبتتغزى قلنا كل السورفشيال بيتغزى للبوستير الانترقصة سنيف. ده نفس الكلام. كنت أردنا الرا إحذى للقامر الكارب الورجن. اه إ آ إ آآ آآ رايح لالفورتندون بتاع الكارب Aggie ive Media FORfinger همه المديم المدام الففنجر كله معلى الصمب. كله معلى الصمب. طب بيعمل لي ايه؟ اكستند الماديا الفر فيندجر بتوع الهاد. اكستند الم sai بالفور فنجر بطول الهاد. طب احنا ممكن نشوف اه ممكن نشوف ديت في البرنامج. اهي. اهي. وادي بتاعها. تعمل وبس يا راحة اه هي دي. اللي راحة للميديا فور فنجرها. هادي الاكسنس ديجتورة. ادي اجتماين ميبقى زيادة. راحة للايه دي زيادة لها كده. طبعا بتعمل لي ايه? الاكشن بتاعها وبتفتح لي ايدي كده. بتفتح لي ايدي طبعا اكشن جميل جدا. اشوف الايد اللي هي كفت لها كفية كام عضلة يعني سبحان الله يعني فيما خلق. وكل اللي مصل ليها وظيفة معينة وليها اكشن معين. فالموضوع الصراحة سبحان الله. اللي بعد كده اللي هي الاكسنسور ديجتي مينيمي. الاكسنسور ديجتي مينيمي ها. طالع من الكامل زي ما قلنا بس راحة للليتل فينجر. دي زيادة بقى للليتل فينجر. طب دي بتعمل لي اكشن اللي بتاعتي اللي تل فينجر ودي بتاعهم الوسيل من طبعوست سنير. نفس الكلام الكلام متعاد. اه هنشوفه على البرنامج. ادي ايه برضو بتشارك بس دي اكثر للليتل فينجر بس. بتشارك بس ايه اكثر الليلتل فينجر بس. يبقى تلك الاكشن بتاعها. الاخيرة بقى وهى الانتقونياس القلنا ما لهاش ارجن اللي هي الكامل لا مش تابعهم ما طلع منين من طلع من الباك بتاع ابي كوندايل اوف هيوميروس يبقى ايه طلع منين بتاع ابي كوندايل اوف هيوميروس الباك بقى مش الفرونت لا ده ظهر ابي كوندايل اوف هيوميروس وراح الانسيرشن لاترس طبعا الكلام ده كله هتشوفوه في على البون اتتشمنت الكلام ده اه طبعا ايه قولنا لجنة البون هتقولو دي بتعمل للالبو جوينت والنيرف سبلاي التلاتة المختلفين بتقومهم الريدال نيرف اخرى ايه المصر هتشوفها في ايه اه السوبرفيش ادي الايه ادي الانقونيس ايه ادي الانقونيس لو خدنا الاكشن بتاعها هنلاقيها ان هي بتعمل ايه ايه ادي الانقونيس اها بتعمل ايه بتعمل لالبو اكستنشن كلام مزبوط تمام انا كده خدنا ايه السوبرفيشن الديب اه هنقول ان هما خمسة ناصل بتدي بقى من مش لاتر الميدال دي من ابوف دونو دي بقى من فوق لتاحت اعلى حاجة فيهم السوباي نيتور اللي هي اه ابوف اه السوباي نيتور اللي هي اتو ارجان سوبرفيشن بارت وديب بارت السوبرفيشن بارت طالة من الحاجة اسمال الحاجة السماء وايا وكمان حاجة الانو الميز من ال serious cent والديب بار طالع من حاجة سباينيتور كريست عند فصة. سبا سباينيتور كريست عند فصة. وراحة الايه? راحة تمسك في الايه. طبعا احنا قلنا الكلام ده كله هتشوفوه على البون. هتعرفوه على البون لما تذكروا ايه البون. الاكشن بتاعها بتعمل طبعا سباينيتور على البرنامج. هادي سباينيتور هاي. هادي سباينيتور. هادي ده الاوريجن بتاعها. وادي الاستيرشن. اهو بيقولك انها لها اهو. اهو. ادي الاوريجن وادي الاستيرشن. اهو. راحة تمسك هنا كده. وهنشوف الاكشن بتاعها دلوقتي اني هي بتعمللي فور أرم سباينيتور. اهو. 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 اعدي بتعمللي السباينيتور. اهو. اهو. بتخليه بسس لي فوق سباينيتور وطلع من لها كمان انها طلع من القلنى يبقى هي بتطلع من الريديس وبتطلع من القلنى بتطلع من الريديس تحت الصبايانيتور وبتطلع من القلنى حاجة مها تحت الانكونيوس وزايد الباك بتاع الانترق الساس الميمبريين يبقى ده القرجن بتاع الابداكسور بيشلونجس نقولنا ده كله البون هيقوله عشان ايه لما ميكونش كرويتو او زكروه على البون عشان هو مش محتاج شرح انت بتشوف المكان بتاعه فين وبتشوفه وان اللي انا عشان تفهم الاكشن بتاعه انت بتشوف الارض ان الانسيرشن بيتحرك في اتجاه الارض فانت بالتالي بتفهم ايه الاكشن طب الانسيرشن بتاعها رايح فين رايح الى ايه اللي عشان صم بيعمل ابداكت اند اكستيند ليه الصم طب تعان شوفه على البرنامج ادي اهو رايح ليه الصم اهي راحة للصم طب تعان شوف الاكشن بتاعها اها بتعمل طبعا ابداكشن للصم والرست كله والصم بشكل خاص وايه بتعمل اكستينشن بتعمل اكستينشن واابداكشن اكستينشن اهو تعمل اكستينشن ديه الاابداكشن او ابداكشن واكستينشن تعمل ابداكشن واكستينشن عندي بعد كده اتنين اكستينسور اكستينسور بوس بريفز و اه لونجس البريفز برضو طالع من اه البوسيو سيرفز اوف شافت اوف ريديس بس تحت اشنا قولنا من ابواف من فوق لتحت تحت الابداكتور بوس لونجس و زائد ان اه طالع كمان من الباك اوف انتر اوسس من برين راح تنتهي فين بقى البريفز وسيارة فبتنتهي بالبروكزي مالفالينكس اوف دا ثامب طب الاكستينسور بوس لونجس لا دي طويلة شوية بس الاكستينسور طالع من القلنة خلي عليك بس سيرفز اوف شافت اوف اوف دا قلنة انما دي طالع من ريديس دي طالع من القلنة بقى يبقى اللونجس طالع من القلنة انما البريفز طالع من ايه من الريديس طب راح هتمسك فين بقى راح هتمسك في الديستال فالنكس عشان لونجس اطول فدي بروكزي مالفالينكس دي بيتعمل اكشن اكستينسشن للميتا كاربو فارينجل جوينت انما دي بتعمل اخر ايه ماصل عندنا ايكستينسور ايندسس ايه اللي هو الصابع لي جانب الصامب الينديكس صابع ليace بعد صندق ده اللي هو ايه الاندكس يوه طالع من القلنة تحت ايه الاكستينسور بوريس للونجس اا وان البق بتاع الانترأستس ممبرين. طب راح تمسك فين؟ في الاكستنسة الاكستنسة و الاكستنسة او اف اندكس فينجر. راح تمسك في الاندكس فنجر. متعمل لي طبعا اكستنشن للالجينت او اندكس الملحوظة قلناها ان البوستيو اترأستس ممبرين بيغذي كل الديب جروب. انانه الصور فيش للجروب بيغذيه اللي طالما من الكون مع دلاتة ايه بدلاتة بريكو نازياليس والااا ويه وكانت الانكونية واخر واحدة اللي هي البلينكو رادياليس والانكونيس واخر واحدة اللي هي الاكستنسو الكاربي رادياليس لونجس التعدي دول كانوا راديال ايه كانوا راديال نير اخر حاجة اللي هي البون اتتشمنت ديت قولنا بتوع البون هيقولوها احب بس قبل ما اختم بحاجة افتقرت دلوقت سؤال جالنا في اه واحنا في سنة اولى السؤال ده انا فاكر برضو كويس الهاند جاية الصورة ابيض سيسود ما كانش يباين منها اي حاجة خالص لولا ان هو لا تعرف انها سوبينيشن ولا برونيشن ولا فرونت اف ذهانت ولا باك اف ذهانت اللي فرق بس تقريبا انا خدتها كده ما عافش حالي انت صح ولا غلط اصلا ان هو كان فيه ضوافر فالضوافر مهمة عشان تعرف اذا كانت باك اف ذهانت ولا فرونت اف ذهانت فالرسمة دي جاية صعبة وفي ناس كتير غلطوا فيها لان الرسمة كانتش كويسة ما كانتش الوان كطابية واسود والرسمة كانتش واضح منها اي حاجة اه بس كده سامنا كل محاضرة خفاء عليكم شكرا 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 شكرا